هاي زاكي بطلنا طب اسمعي أنا جاي لك ليه واسمع ليه إذا كانت اللي هتوليك كلام مش جاي على مزاجي ولا على مزاجي والله بس هنعمل إيه المصلحة بقى مصلحة إيه اللي بيني وبينك ولا أنت هفك الشوق اللي حاسن حسن ده إيه اللي هفني الشوق عليه حسن ده مش فارق معي خالص أنا خرجت وبره حساباتي أم الهزة توليك الحالو ده و جاي لحد عندي ليه ما قلت لكيش دخالي على فكرة أنا ممكن أمشي وإنت اللي خسرانا وأنا لو مشيت مش هرجع تاني سمعت أني عبد الحكيم عندك ملكش فيه يعني بدل ما تربي أولادك تربي ابن الخدامين جاي على مزاجي وبعدين ده ابن حسن مش ابن الخدامين يعني من بيت عبد الجواج البيت الكبير اللي خروا على البلد كلها يا لوبا وماله ساعات الواحد كده بيقعد يقنع نفسه بحاجات عشان عايز يصدقها المهم أيوة لخاصي وقولي المهم أنا عايز أسمعه أنا ليه عندك حاجة وإنت ليك لعندي حاجة أنا منيش حاجة عند حد ولا عايزة أي حاجة من حد يا لوبا مخصوصا بقى أنت سدق إن انت محتاجاني قوي إيه بقى الحاجة لأنا محتاجاك فيها تعرفي مين قتل ابنك أو أنت تعرفي أيوة مين لازم توعديني الأول بإيه لأ ما أنا مش هقولك ولا هقدم السبت إلا لما نخد الحد والاتنين والثلاث وباقي أيام الأسبوع والسنة كلها كمان أنا موفق على أي حاجة مين يا لوبنا تعرفي اللي أنا عايزة الأول موفق على أي حاجة أنت عايزة تسلمني اللي قتل ابويا هسلمك اللي قتل ابنك تعالي هنا يا لوبنا تعالي هنا يا لوبنا أنا قلتلك اللي أنا عايزة فكري وانت حرة يعني أنت بازي ما تعملي كده السبيل ويتمشي لوبنا معمل إيه يا ربنا معمل إيه معمل إيه يا ربنا مها ما ماما ماما؟ 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 ماما ماما ملك حبابتي؟ ماما رد عليّ ماما؟ ناديلي لوبنا يا موفيدا عبدالحكيم زين كويس يا موفيدا نحكته حلما شبهك انت وابون لو عايزة في اي وقت تيجي تشوفيه تعالي طب وانا اللي بقولك تقدر تيجي تشوفيه في اي وقت يا موفيدا وتعودي معا كمان ابنك في عيني واللي هيبسله هاكله بسناني انا اللي هربيه هكبره وهيخليس ايدي الناس كلها واقوله كمان انهم معايشة انتي سايبة مع مين سايبة مع شمس عيال البيت الكبير كلهم عيالنا يا موفيدا هنديلي تسطلقنا ست ريتال تحت عوزاك جيتال خير يا دكتور بازمة قلبية والحمد لله انتوا لحيتوها يا جماعة ما حدش يسيبها لوحدها بعد كده لازم دايما حد يفضل قاعد معاها ولو انتوا مش فاضين لازم تشوفوا اي حد يقعد معايا ياخد بالو منها هنزنوكم طب روح انت يا خوي انا هنقعد معاها انا ماريش حاجة كل واحد يروح ويشوف حاله انا هنقعد مع مرات عمي وهشيلها جو عني زي يومي تمام انا اللي هقعد مع ماما ومش راجع مصري تاني اصلا ازاي يا شهد وشغلك هتعملي في ايه شهد انا اعاوزك انا مش همشة قلنا متطمن على ماما هتوقعها وقعدين دكتور لسه انطمونا وشمسه وزينة بحجوده معا انا هروح مشواري صغيرك ده وبعدين هرجع طوالي يلا بينال رأس حبيبتي روحي من مارا تلاقش انا يسطر كنت متأكدة انك هتيجي رميت الطوم ومشيت يا لابنة قلت ايه مش لما اعرف الاول هتعملي اللي قلتلك عليه من العندي قبل العندي طب تفضلي تعلينا هالب قولي نادي ايه غريبة ما خطرتش في دماغك صاح؟ نادي هي اللي رتبت لكل حاجة عايزة انتقم منك ومن امك مش كده وبس عايزة انتقم كمان من زينة اللي اتجوزت مروان وهي لسه بتحبه عايزة انتقم من كريمة وبناتها اللي شاهدوا ضدها والسبب انه يتلفه حوالين رقبتها حبل المشنق اللي جابك على ملوشك يا شهد يا بنت عمي متخليش عاجل ايه ودي وجيب بصراحة مش عارفة بعد اللي حصل اوريكوش ازاي مروان اللي حصل مات خلاص ولا كانو حصل امو لي ايه قولي لي اللي جالجك واللي جابك من مصر وقلت ان انت مش عاوزة ترجعي تاني وانت شاهد المحاملة الكبيرة احسن واحدة في الايلة دي انا كنت دايما اقول للزينب ان شاهدي دي عاجلها يوزن بلد او الله العظيم لما اخد نوح كده في هضني اقول له لازم تطلع زي خالتك راجل جنون لا جاضي جد الدنيا وانت اللي هتذكري له واحد فهميه واحد حبيبه في الشورانة داي ايه مش عاوز تتكلمي معايا انا قلت ان انت فهمت ان انا بسعاله اول لما قلت ان المال ما يجسمش والارض ما تتوزعش مش عارفة اقول لك ايه عزت مش كده قولي ليه حصلية هو احنا ليه عملنا في نفسنا كده يا ابن عم انس اللي فات ولا كانو موجود وعيتي مش جديد مولفات هو اللي بتحكم فينا لحد النهاردة يا مروابت ولا ليه اي عايزة اقول لك انا عتصرف مش لما تعرف ايه اللي حصل الاول انا فاهم واعارف كويس جوان ونوي تعمل ايه هتعرف يا شاهد اطلوب منك دلوك انك تروح تمرت عمك جابريه تقول لها ان انت بتهجي لها اول ما جيت البلد بس اللي اخارك اللي حصل لامك بتخضيها في هضنك وسأل على فوزيه وولادها بدر جرب منهم يا شاهد جربي ما تبعي ديشيه اشتركوا في القناة